الطريقة اللي خرج بها أشرب بن شريع عن نادي الزمالك عجبك؟ الطريقة السلمية اللطيفة دي اللي هو أشرب بيتكلم كويس والزمالك هتحدث جيدا عن أشرب بن شريع والأمور تبقى هادية طبعا ونقطة مهمة جدا وده احتراف لكن الراجل أدى لآخر ماتش لما احتاجوه قعد لأنه خد بالك هما برضه أكيد كانوا محتاجينه في الماتش ده أنه هو يكمل الماتش ده ويكمل ولما كمل خد بالك عمل كل حاجة في المباراة دي يعني فيه واحد يقول لك يا عم أنا خلاص أنا ماشي حتى أخذت بطولة أنا وحش أنا بالصدفة مش عارف لا تحس أن الراجل مهتم يعني ما تصابش مثلا يعني ممكن يكون مثلا إيه لا ده هو بيلعب بقى إيه ده لسه مجدد عارف أنت أي وصح لا ده الراجل هو عارف أنه ماشي ورغم ذلك بيقدف الملعب بشكل كويس قوي ما بخالش بأي مجهود عمل ماتش عالمي كان سبب من أسباب المكسب بالنزل الناس زمالك ما فيش أشياء كمانة بصراحة طريق حامد وهم بيحبون طريق حامد أنا معرفش يعني مشكلته هل هو فعلا هرب من التمارين أو هرب من المتشاط بس إحنا خلينا بس مشكلتنا يا كريم إن إحنا بننسى الماضي للعيبة طريق حامد ده بناخد آخر المشاهد نسيب المشاهد طريق حامد من أرجى اللعيبة في ناتزة مالك ما ينفعش كلنا كنا نقول كده تمام ومن غير ما نخش جوه المشكلة لإن خد بالك برضو إحنا بره من الخارج طبا طبا وفي ناس ممكن تصدر كلام غلط فالناس تاخده تردده فيحصل مشكلة على طريق حامد لا طريق حامد في وقت الأزمة أو في وقت ما كان موجود طريق حامد بس كان هو راجل في الملعب وكان بيشيلنا ده الزمالك فمش عايزين نقول إن طريق حامد بقى ونقعد نيجي عليه كلنا وإحنا مش عارفين إيه الأزباع إنتعرف أنا أقول أكسى حاجة يعني إن هو اللي غلطان حتى لو هو اللي غلطان أنا رأيي زي رأيك الله أعلم بالتفاصيل تمام بس حتى لو هو غلطان ده مشهد من مشاهد عظيمة كتير عملها طبعا يعني لو هو عنده مشهد مش حلو فالمشاهد العظيمة تشفعله طبعا فعلى أقل يبقى الراجل يخرج بشكل محترم طبعا وهو ده اللي أنا بحبه ما تنسليش اللي أنا عملته طبعا وأرجع أقول لك تاني ما تنسليش ده لو أنا أخطأ إحنا ممكن برضو للم الموضوع لكن برضو أرجع أقول أنا معرفش طريق حامد إيه مشكلته هل هو كان مصف علم هل هو كان مسافر يتعالج أنا مش جوه المشكلة مش معاهم لأنه خد بالك حرف يتغير أو كلمة يتغير دي ممكن تعمل بلبلة جيرة جدا صح أنا معرفش إيه اللي دير بينهم صح تمام بس اللي أنا عايز أقوله أن طريق حامد معودنا أنه هو لعب راجل طبعا إن شاء النادي الزمالي طبعا فمش عايزين ننسى الحتة دي طبعا ودي نقطة مهمة